اشتركوا في القناة and planning engineers الحقيقة في الاول حابب اشكر المنظمين والقائمين على المؤتمر الجميل ده وقبل ما ابتدي في المحاضرة بتاعتي حابب اعرفكم بنفسي انا اسمي هاني اسماعيل الفاوندر والسي او لبلانينج انجينير استابلشمنت دي شركة انا عملتها في ايجيب في مصر انا اتخرجت سنة 2003 واشتغلت مهندس تنفيذ ومهندس مكتب فني وبعد كده اشتغلت planning engineer وبعد كده planning manager واخيرا كنت في اخر وظيفة ليا كنت planning department manager انا اشتغلت في مشاريع كبيرة سواء في السعودية او في مصر والحقيقة اتعلمت كتير جدا في مجال البلانينج ولازلت بتعلم لان الواحد لا يمكن يقف عن التعلم انا عندي ماجستير من جامعة ليفربول في بريطانيا اخدته من سنة 2013 ل2016 وكمان عندي الهندسة المدنية اللي اخدتها من جامعة طنطة في سنة 2003 انا الحمد لله بحب التدريس وان انا اشارك المعلومات اللي عندي ودي الطريقة اللي انا بتعلم بيها حاجات جديدة عندي ويب سايت اسمه planning engineer dot net ده متخصص في planning والconstruction planning وحاليا انا والفريق بتاعي بنشتغل في ويب سايت جديد اسمه engineer book dot net ده هيبقى حاجة كده عاملة زي الفيسبوك بس خاص بالانجنيرز فقط النهاردة انا حابب اتكلم شوية انا اعتبرها زي دردشة كده مش محاضرة فورمال اوي بالمعلومات البسيطة اللي عندي وانا بشارككم بوجهة نظري فقد تختلفوا معايا او قد تتفقوا ولكن من خلال الكام سنة اللي انا اشتغلتهم في مشاريع كبيرة واختلاطي بشركات مالتي ناشنال وانترناشنال كونت زي conclusion كده وخصوصا للعالم العربي بتاعنا عن ازاي ان احنا نعمل effective planning والeffective planning ده الحقيقة مش هينفع يتعامل بدون الانفولفمنت او مشاركة الشركات مع الموظفين فالكونتنس بتاعنا النهاردة ان احنا هنتكلم ان البلانينج اصلا قبل البلانينج انجنيرز وانتكلم ان احنا بنعمل بلانينج في حياتنا العادية وكل مهندس هو بلانر ليه البروجيكت مناجمنت وايه هي فوائد البروجيكت مناجمنت طيب البلانينج انجنير لازم يعرف ايه ولازم تبقى الاتيتيوت بتاعته ايه وكمان الشركات لازم تعرف ايه وتكون الاتيتيوت بتاعها ايه والحقيقة ان عشان توصل لفعلا تخطيط فعال لازم الحاكتين دول ماينفعش بقى فيه بلانينج شاطر في شركة ما هياش بتقدر او بتهتم بالبروجيكت مناجمنت او العكس او ساعات شركة يكون القائمين عليها فعلا مهتمين جدا بالبروجيكت مناجمنت ولكن للأسف الاستوف اللي عندهم او البلانرز اللي عندهم ما هماش انتريست او ما هماش قوالي فايل فاحنا هنبتدي ندردش سوا كده في التوبيكس بتاعت المحاضرة بتاعت النهاردة وهنبتدي نتكلم ليه التخطيط قبل مهندسين التخطيط طيب هو مهندسين التخطيط دول لسه طلعين قريب يعني بقالهم مثلا انتشروا في السوق وليكن السوق العربي والشرط الاوسط مش من اكتر من عشر سنين يعني من عشر سنين فاتوا وما كانش فيه حاجة اسمها مهندسين تخطيط طيب وكمان كان فيه كتير مشروعات نجحت بدون اصلا منسين التخطيط وقبل منسين التخطيط ديه كان ايه اللي بيحصل فتعالوا نتكلم في التوبيكس ديه وندردش سوا ونشوف ايه هي المواضيع ديه طيب احنا بنقول ان البلاننج احنا كلنا بنعمل تخطيط في حياتنا اليومية يعني ايه بنعمل تخطيط يعني خلينا نقول ان انت بتروح الشغل كل يوم الصبح طيب كونك انك عايز تروح الشغل وتوصل في معادك ده اسمه بروجيكت او مشروع المشروع ده ليه بداية ونهاية وموارد وليه مدة وليه مخاطر ياه كل ده ايوة طيب تعالوا نشوف انت اوتوماتيك كده بتحدد لنفسك معاد تصحفي فده بداية البروجيكت بتاعك وقبل ما نتكلم عن تفاصيل البروجيكت خلينا نعرف ايه هو البروجيكت البروجيكت ده حاجة لها بداية وليها نهاية يعني ما ينفعش تستمر للأبد لو حاجة بتستمر للأبد او ممتدة او بتتكرر بيبقاش اسمها بروجيكت بقاش اسمها اوبريشن او عملية لو حاجة بنتكلم على البروجيكت ده ليه بداية اللي هو المعاد اللي انت هتصحفيه من النوم وليه نهاية اللي هو الوقت اللي المفروض توصل فيه للشغل انت بديهيا كده بتحسبها في دماغك او بتروح مرة بدري بتروح مرة متأخر لغاية ما بتعرف امتى الوقت اللي لازم تصحفيه علشان تجهز وتلبس هدومك وتنزل تاخد طريق معين وتروح للشغل بتاعك فانت كده بدون ما تشعر انت عملت خطة وعملت لها بداية ونهاية وحددت لها مدة طيب ايه الموارد والمخاطر الموارد والمخاطر ان انت بتكون مجهز مثلا وسيلة مواصلات سواء عربيتك او عارف هتروح تركب من المواصلات بتاعتك فديت الموارد بتاعتك طيب ايه المخاطر ان انت وفدت في الطريق لو انت ركب عربيتك مثلا ولقيت الطريق ده زحمة اوتوماتيك بتحاول تشوف طريق تاني مش زحمة وبتعمل حاجة اسمها متجيشن للريسك او انت بتحاول تلغي المخاطر اللي عندك بان انت تاخد طريق مقابل او طريق مختلف عن الطريق اللي انت متعاود تروح فيه كل يوم طيب ده بالنسبة للشخص العادي حط على كده بقى اي حاجة بتعملها في حياتك انت عقلك اوتوماتيك بيعمل لها بلانينج طيب ده على المستوى الشخصي للمهندسيين وغير المهندسيين واي حد في حياته العملية بيعمل ليه قدر يعمل الكلام ده كله طيب على مستوى المهندسين هل المهندسين بيعرفوا يعملوا بلانينج بدون ما يعرفوا اصلا ايه هو البلانينج طبعا خليني ناخد مثال كده لمهندس السايت مهندس السايت ده اكتر واحد بيعمل بلانينج لو خدنا مثال ان في مهندس بيعمل باند ارضيات بورسلين مثلا فهو اوتوماتيك بيكون حاطة التوردات بتاعته حاطة الرمل والاسمنت والبورسلين ومبيتهم قبلها بيوم جنب المشروع تاعه بيكون مبيت على العمالة ومرتب معاهم ان هما ييجوا الصبح يشتغلوا في البند بتاعه وبيكون محدد الزمن ايه والله احنا هناخد ايه عايزين العمالة ده اليوم اتنين تلاتة شهر بيبقى عارفوا عنده عايز كم يوم عشان ينفذ العمالة ولو هو مهندس تنفيذ في شركة صغيرة وبيدفع من جيبه فبيبقى كمان حاسب التكلفة ومتأكد ان الرسومات مصبوطة ولو فيه استشاري كمان بيسلمه طيب ما هو ده هو ده التخطيط هو ده البلانينج بس هو عملها على مستوى صغير او على ليفل صغير فكل مهندس هو بلانر الاكتيفتيز او الانشطة اللي بيعملها المهندس في حياته اليومية ديت هي بالضبط البلانينج اللي بتعمل على المستوى الكبير طيب ايه الفرق ما بين اللي بيعمله او اللي بيعمله كله مهندس في دماغه بدون حتى ما يكتب ورقة وبدون ما يعمل خطة ولا اي حاجة هو حاطة تقول الكلام ده في دماغه وبيعمله اوتوماتيك بدون اي مشكلة قبل ما اجاوب على السؤال ده خليني المشاريع القديمة كانت بتتعمل ازاي في مقالة زريفة جدا انا هتطلقوا اللينك بتاعها في السلايد بتاعت المراجع بتتكلم عن الاهرامات الاهرامات ده مبنى ضخمة جدا وبيتكون من 2.5 مليون متر مكعب من الاحجار واستغرق بناءه 20 سنة ده يعني ان هما كانوا بيبنوا 342 متر مكعب في اليوم بتخيلوا مبنى زي ده مبنى زي الاهرامات اللي عملوه من غير لتخطيط ولا بلانينج ولا اي حاجة ولا اي اقدارة مشروعات رغم ان هما عندهم في حاجات او وسائل كانوا بتقول ان هما كانوا عاملين وكانوا بيشوفوا العمالة ومين حضر ومين غاب ولكن احنا بنتكلم على المودرن انجينيرنج او الهندسة اللي هي الحديثة هما ما كانش عندهم حاجة زي كده وبنوا الاهرامات فاول حاجة هما بنوها في زمن طويل جدا بيقولوا بقى لو انت حبيت تبني الاهرامات ديت النهارده بالخرصامة ماشي فده يعني بمعدلات اه الاداء اكبر معدلات اداء معروفة حاليا هي حوالي 2500 متر مكعب في اليوم فانت تقريبا هتحتاج تلس سنين علشان تبني الاهرامات دي بالتكنولوجيا اللي موجودة حاليا طيب يعني الاهرامات لو حبينا نبنيها النهارده بالخرصانة تتبني ما فيهاش اي مشكلة طيب اما ليه بقى احنا ما بنبنيش اهرامات وما بنبنيش مثلا قلاع او ما بنبنيش حاجات زي اللي كانت معمولة زمان هديكم مثال تاني عارفين الكاسل او الالعة اللي كانت في هاري بوتر الرواية المشهورة او الفيلم المشهور في واحد عمل لها استيميشن للكوست بتاعتها لو تحبينا نبنيها النهارده هتتكلف كام وبرضونا هتطلقوا اللينك بتاع المقالة الزريفة ديت بحيس تشوفوه الالعة ديت لو حبينا نبنيها النهارده هتتكلف حوالي امتين واربعة مليون دولار ده مبلغ كبير جدا انك انت تبني به مبنى في الحجم ده فلو انت بتسأل نفسك السؤال الناس اللي كانت بتبني مشاريع زمان زي القلاع والاهرامات صور السين العظيم كل الحاجات اللي تباني الزمان دي كانوا بيبنوها من غير لقدرات مشروعات ولا بيبنوها من غير اي حاجة خالص وكانت بتنجح وعايشها لغاية النهارده وكان زي الفول ايه بقى ليه لازمت لادارة المشروعات وايه لازمت لهندسة عموما بما ان يعني ان القدماء قدروا ان هم يبنوا ويعملوا مشاريع نجحة جدا بدون اصلا الاحتياج لادارة المشروعات الاجابة بتكمن في الكونسترينز او القيود دلوقتي في العالم اللي احنا عاشين في الموارد بقت الى حد ما محدودة شوي فانت ما عندكش امكانية انك انت تصرف كتير جدا او تصرف مبالغ ضخمة جدا على المشاريع في نفس الوقت احنا في الايام دي بنبقى حطين تايم فريم للمشروع يخلص فيه بمعنى ايه بمعنى ان في قيود اتحطت على اي مشروع بيتعامل النهاردة القيود دي عبارة عن ايه عن الكوست التكلفة بتاعته فالتكلفة بيكون محددة مسبقا مش زي زمان هما بقى المالك بيروح يبني القلعة او يبني الهرم ويكلف زي ما يكلف واصلا كده كده جايب الناس بيشغلهم وخلاص لا الموضوع بقى مختلف النهاردة انك لازم اي مشروع متحدد لكوست كمان متحدد له سكوب وفورك يمكن ده ما كانش موجود قوي زمان يعني سكوب وفورك متحدد بالورقة او القلم بيقولك والله انا عايز مشروع مواصفاته كزا وحكايته كزا وشكل السراميك يبقى عامل ازاي وشكل الرخام يبقى عامل ازاي كمان بيحدد لك الجودة انت مش مسموح لك تعمل اي جودة سواء اعلى او اقل انت لازم تلتزم بالجودة المطلوبة منك كمان ده او رضاء العميل يعني هو اللي هيجي ياخد منك المشروع ده لازم يبقى مبسوط وراضي ان هو اخد المشروع بالكوست بتاعته وبالكوالات بتاعته ولازم تخلص في وقتك ده كمان كونسترين بتاعة وكمان عندك شوية ريسكس او مخاطر ممكن تبقى انت شايفها وعارفها او شايفها ومش عارفها او عارفها ومش شايفها فالمخاطر دي برضو بتخش معاك في الكونستراكشن بروجيكت وكمان الريسورسز كنت كشركة مقاولات او كصاحب مشروع حتى عايز تبتدي وتخلص المشروع في معاده بالتكلفة اللي كانت محددة مسبقا ليه وتعمل الاسكوب وفورك المطلوب منك تمام بالكوالات المزبوطة ولو في ريسكس عندك تقدر تعمل لها متجيشن او تشيل الريسكس المخاطر اللي موجودة عندك دي وفي نفس الوقت تتأمن الريسورسز او الموارد المطلوبة للمشروع بتاعك طيب لو انت بتتكلم في مشروع صغير جدا 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 وليكن مثلا عمارة سكنية صغيرة هل انت محتاج انك تعمل خطة بادارة المشروعات وجيه مهندس تخطيط وتعمل كل ده لا طبعا لان البتبان قينة ادارة المشروعات في المشاريع المعقدة او الكبيرة حتى لو عندك مشروع صغير ولكن الوحدات دي بتتكرر كتير او عندك الف مثلا فيلا بس لو جيت تشوف كل فيلا الوحدية هي فيلا صغيرة ما فيهاش اي مشكلة لكن عندك منها الف فانت الكيف او الكام لو بقى كبير هنا لازم تحتاج ادارة المشروعات برضو انا اعملكو شير لارتكل بتتكلم عن البروجيكت مانجمينت او ادارة المشروعات والمهم فيها بصراحة بالنسبة لي امتى احنا بنحتاج نستخدم ادارة المشروعات يعني هل اي مشروع احنا لازم نستخدم في ادارة المشروعات الارتكل دي بتقول ان احنا بنستعمل ادارة المشروعات لما بيبقى عندنا متوقعين مخاطر متوقعين تغييرات زي مثلا دلوقتي يبقى حاجة شائعة جدا ان يجي المالك في نص المشروع او في بداية المشروع يبتدي يطلب منك تغييرات التغييرات دي ان هي والله لا اغير لي السراميك خليه برسلين لا اشل الماربل من هنا حطهولي مش عارف ايه لا ازود دور قال للحوضة كل الحاجات دي لو انت مش حاطت خطة لإدارة المشروعات مش تعرف تعملها او هتعملها بتكليفة زيادة جدا او هتزود مدة المشروع بطريقة جمدة جدا فلو انت متوقع تغييرات او عندك ريسك او عندك الكمبليكس ايتم يعني انت عندك حاجات معقدة وزي ما قلتلكو انا في وجهة نظري التعقيد ده قد يكون في الكم او في الكيف يعني ممكن يبقى المشروع بسيط جدا بس كميته كبيرة فانت لازم يبقى عندك قدرة مشروعات عشان تقدر تسيطر وتدير المشروع ده او نفس المشروع هو معقد في حاجات يعني حاجات معتمدة على حاجات ده لازم يخلص الاول جاي لك مورد من برة هيجي لك في معاد معين لازم تبقى انت مخلصة وشغلة معين الانواع دي من التعقيدات لازم لها ادارة المشروعات طيب ايه هي فوائد ادارة المشروعات الفايدة الاساسية لادارة المشروعات هي تجنب المشاكل يعني دي اول حاجة من فوائد ادارة المشروعات يعني ايه تجنب المشاكل انا لما بعمل خطة مظبوطة وبعمل بلان على البروجيكت مانجمينت كونسبت او البروجيكت مانجمينت ساينس فانا ببقى واخد في حسباني المواد او الرسومات فانا بالتالي بعمل خطة ممتازة لتوفير المواد والرسومات فانا مش هجقف على اي بند في المشروع علشان ما فيش مواد او ما فيش رسومات وكمان مش هقف على اي بند وانا بنفزه علشان ما فيش موارد مفيش ايتمز مفيش كوردنيشن كل الكلام ده ببقى انا عامل حسابه ودرسه كويس قوي قبل ما ببتدي البروجيكت بتاعي كمان بادرس الكاشف لوبتاع المشروع يعني ببقى عارف انا لازم امول المشروع بقد ايه لازم يكون عندي فانز قد ايه وفي الحالة دي ما بقفش في نص المشروع علشان انا مستني مستخلص وهو ما اتأخرش ولا حاجة او اتأخر شهر مثلا ودي من ضمن الريسكز اللازم تتدرس فانا من بداية المشروع بقى عارف ايه تدفقات النقدية اللي لازم اوفرها للمشروع علشان اقدر انفزه كمان لو انا هعمل البروجيكت مانيجمينت بلان بتاعتي وحاطط فيها QA QC Quality Control Quality Assurance انا بابتجنب بوجود اي مشاكل في الاعمال المنفذة وبالتالي مش هعمل ريورك او مش هعيد الشغل بتاعي مرة تانية طيب ده تجنب المشاكل طيب ايه كمان من فوايد ادارة المشروعات احنا قلنا ان اقدرت المشروعات اول حاجة او المبدأ الاساسي هو تجنب حدوث المشاكل ومحاولة توقعها قبل حدوثها طيب في حالة حدوثها بقى حصل ريسك وانا مقدرتش اتوقعه او مقدرش اتعامل معاه ففي الحالة دي ابتدي احل المشاكل يعني احل المشاكل اتأخرت في البرنامج الزمني بتاعي فاعمل البرنامج زمني تاني يعمل recovery للتأخيرات المشروع في مادة مثلا عندي اتأخرت جاية من برا واتأخر التصنيع بتاعها ممكن اشحنها جوا بدل ما اشحنها بالبح وبالتالي الدراسة اللي انا عملتها انا كده موفر فلوس انا بدل ما اخش في غرامات تأخير ممكن اشحن المواد دي بالجو وادفع فلوس زيادة شوية ولكن اتجنب مثلا تأخير المشروع او عمالة عندي يكون ايديال من غير شغل طيب المالك قدم لي طلبات تغيير وطلب مني طلبات كتيرة جدا انا ممكن اعمل تمديد لو انا بقى فاهم ادارة مشروعات وعارف كويس انا حاطت خطة من البداية مظبوطة اقدر اقدم له عمل تمديد زمني للمشروع ولما تمديد الزمني ده بيتوفي عليه مش بس اتخده كtime لا بيبقى فيه prolongation cost او تكلفة نتجة عن الوقت التأخير اللي انا اتأخرته دوت فحل المشاكل من ضمن الحاجات الاساسية في ادارة المشروعات طيب احنا عرفنا دلوقتي ادارة المشروعات وليه لازمتها وليه دلوقتي هي مطلوبة وممكن ما كانتش مطلوبة اوي زمان طيب ايه تاني لازم نعرفه ان علشان نبقى نوصل لافكتف بلانينج سواء للشركات او لمهندسين التخطيط فانا بتكلم عن حاجتين اساسيتين لازم يبقى عندك معرفة ولازم يبقى عندك attitude او طريقة بتستخدم بيها المعرفة دي لو انت ما عندكش معرفة فانت اساسا ما انتش جوه الاسكوب وما انتش مدرك المطلوب منك لكن اللي كتير بيقع فيه انه بيبقى عنده معرفة وكويس ومهندس شاطر او شركة شاطرة او شركة متفوقة ولكن attitude بتاعها بتاع الشركة او ال attitude بتاع المهندس يحتاج شوية تزبطات فخلينا نتكلم على knowledge والattitudes بدنبتدي بالشركات طيب لو انت كشركة مأولات شركة هنقول انت شركة مأولات عندك projects وحابب تطبق project management في الشركة بتاعتك في بعض النقاط اللي احنا حابين نتكلم فيها دلوقتي ان انت كشركة مأولات او كشركة شغالة في construction field لازم يبقى عندك شوية knowledge ايه knowledge ان ال project management can make difference يعني ادارة المشروعات فعلا ممكن تديلك output ممتاز جدا النقطة التانية ان cost of quality much cheaper than cost of poor quality يعني الفلوس اللي بتدفعها علشان ترقب الجودة ارخص كتير من انك انت تعمل حاجة بجودة سيئة وترجع تعيدها وتكسرها وحاجات زيك الحاجة التالتة a goal without a plan is just a wish يعني اذا انت عندك هدف بدون خطة ده مجرد امنية مش هتحقق والاخيرة ان انت اذا انت دفعت يعني اذا كنت بتدفع فول سوداني فتوقع ان اللي هيجيلك اروت يعني دي برضو هنناقش بقى الاربعة دول مع بعض وخصوصا شركات المأولاد ممكن كتير تسترخص في المهندسين اللي هم موجودين عندها طيب خلينا ناخد اول ايتم في مقولة جميلة انا قارتها المايك تايسون بيقولك اي با everyone has a plan until they get punished in the face يعني كل واحد عنده خطة بس ما بيعرفش الخطة بتاعته دي كويسة ولا لأ الغات لما تضرب على وشه فالبروجيكت منيجمنت فعلا ممكن تعمل فرق طيب خلينا اقولك لستاندر كامباني لشركة مأولاد استاندر خالص ما عندهاش اي special requirements اللي ممكن تاخده من البروجيكت منيجمنت البروجيكت منيجمنت ميزتها ان هي بتحط لك خطة الخطة دي انا مش بتكلم على حاجات نظرية او ورق او حاجات من الناس بتتكلم عليها theoretical قوي ما هياش قابلة للتطبيق انا بتكلم على حاجات انا طبقتها بنفسي وفعلا نجحت وكانت عملت فرق كبير في الشركة اللي انا كنت شغال فيه ان انت لما بتحط خطة مش بس انت بتعرف انت عايز تعمل ايه لا انت بترائب كمان يعني احنا كنا بنحط خطة نرائب بيها المشروع على مستوى الاكتيفتي فانا اجي ادي تقرير لمدير المشروع او صاحب الشركة واقول له انت عندك مشكلة في البند الفلاني اللي ماسكوه تلات مهندسين مثلا والمشكلة مع المهندس رقم اتنين فتروح المهندس رقم اتنين انت ايه مشكلته كلك والله انا ما عنديش material او ما عنديش resources او 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 فبالتالي انت بتحدد المشكلة زي ما انت عايز على اقصى level of detail زي ما انت عايز كمان مثلا لما كنا بالرائب البرودكتيفتي كنا بنطلع المشكلة في البرودكتيفتي في البند الفلاني احنا عندنا مشكلة في الالكتريكال كوندوتس اللي بتاعت الفلورز في مشكلة كبيرة البلانت بودجت اقل كتير من اللي بتصرف نوعه نعمل اجتماع تعالوا ايه المشكلة عندك عملنا زي مديول وروحنا على الصايت وخلنا ينفذ وقسنا عدد الساعات واكتشفنا ان الجماعة بتوع التندر كان عندهم خطأ في التسعير في البند ده فبالتالي عملنا فيدباك لجماعة التندر يا جماعة خلي بالكم المرة الجاية لما تسعروا البند ده زودوا عدد الساعات لان انتو حطين بس 20% من قيمة الساعات الحقيقية بند التالي بنكتشفه مثلا في الهالك انت كمية الخرصانة اللي كان بتصب بتجيب بين شركة خرصانة جاهزة وكانت بتصب لنا في الموقع تيجي الفواتير بتاعتها غير مطابقة للكميات اللي تصب لأ الكميات اللي تصب دي في اليونت واحد واثنين وخمسة سقف ده وبلاطة ده وسلم هنا وخمك عمود هنا دول كمياتهم اكس انت جايب لي فطورة ب1.3 اكس او ب1.5 اكس 1.1 اكس احنا بنسمح بهالك كان اثنين لتلاتة في المية ولكن انت جايب لي هالك عشرين في المية ما ينفعش درجة ان احنا روحنا وكعبنا المصبوب على الطبيعة وفعلا طلعت شركة الخرصانة هي اللي كانت عندها مشكلة وكانت بتحمل كده ربع متر على كل عربية علشان تغطي المشكلة اللي في المصنع عندها ولكن بما ان احنا عندنا بروجيكت مانيجمنت سيستم فقدرنا نسيطر على الحاجة زي كده ومنكلفش الشركة بتاعتنا كوسط زياد كمان من ضمن الحاجات اللي عملناها في البروجيكت مانيجمنت ان انت بقى لما بتوسع البروجيكت مانيجمنت بتاعك وبتخش ان انت بتدير اكتر من مشروع جوه الشركة احنا كان عندنا مشروع هيبتدي المشروع ده عايز طاور كرين الطاور كرين ده لو خدنا ايجار هتكلف اكس انه ما هو خلاص هتحط مش هينفع تشال تاني وكان عندنا مشروع تاني شغال في الطاور كرين ولكن هيبقى ما بين ده وده شهرين فمش هينفع المشروع التاني سنة المشروع الاولاني شهرين عملنا وخلصنا المشروع قبل معاده بشهرين علشان بس ناخد الطاور كرين لان ايجار المشروع التاني سنتين واكتر هيغطي وزيادة اللي حدف عناها ان احنا نسرع المشروع رقم واحد فهو ده الطايف اف بروجيكت المهندسين انت البرفورمس بدي بريفورمس لكل مهندس انت البرفورمس بتاعك عمل ايه النهاردة انت وفرت كم ساعة للشركة خسرت الشركة كم ساعة المهندسين عموما بيحبوا الارقام فلما تدي ارقام وتقول والله انا صار في كم ساعة وموفر كم ساعة في البند ده وموفر لشركة كم ساعة بيحصل نوع من الكمبيتشن ما بين المهندسين هو عارف ان الشغل بتاعه هيتعمل له فبالتالي البروجيكت مانجمين كان ميك ديفرنسز يعني اللي جرب وعمل فعلا بروجيكت مانجمين بطريقة مظبوطة هيعرف ان هي فعلا هتسيب تأثير قوي جدا في الشركة النونج التاني اللي حابب اكلم فيها بالنسبة للشركات ان الكوست اف كواليتي مات شيبر دان كوست اف بور كواليتي يعني ايه يعني انت لو جبت مهندس متخصص في مشروع كبير بس رائب الكوست انت عندك الكوست اف كواليتي هي اما كوست اف بور كواليتي اللي هو انترنال فيليار او اكسترنال فيليار زي ما البي ام بيقول يعني حاجة هتعملها هتكسرها هتشيلها او cost of good quality يعني cost of good quality بتاخد عينات او بتدفع مهندس مرتب مهندس بتاع cost control او عندك department QAQC مرتبتها ده اسمه cost of good quality فانت لو انت بتقارن ما بين two costs دول كشركة مقاولات لا cost of quality ارخص كتير من cost of poor quality ده كمان ينطبق على ايه بقى؟ كمان ينطبق على choices بتاعتك يعني مثلا لما بتختار material وده برضو من الحاجات اللي لازم تعمل لها دراسة من from a project management point of view لو انت بتختار مادة لل paint ده kilo paint وده kilo paint ده ب x وده ب 1.2 x فطبيعي ان الشركة بما ان هو باخد نفسه الموصفات و approve بتاخد الارخص ولكن لو بسيط في ال data sheet ممكن تلاقي ال one point two x ده بيفرد او الكيلو ده بيغطي لك مساحة one point five ادي التاني فبالتالي هو ارخص تعرف الحاجات دي ازاي لما تبتدي تطبق ال project management فهو ديه tips و tricks بتاعت effective planning for companies and planning engineers طيب بالنسبة للكمبنية كمان a goal without a plan is just a wish يعني اذا انت عندك هدف الهدف ايه انك تخلص المشروع في معاده on time within budget بس ما عندكش plan و غالبا شركات المقاولات بتعمل ايه جيب مدير مشروع يلا يقعدش خد في الناس يلا احفر اعمل خلي سوي طب فين الخطة بتاعتك انت كده ما عندكش خطة وخصوصا لو المشروع كبير شوي مش هقول كبير mega project لا المشاريع construction by natural it is complicated يعني هي بطبيعتها كده هي معقدة فما ينفعش وما تتوقعش ان انت تبرسس كل معلومات المشروع في دماغك لان انت مهما كنت ليك برضو طاقة استعابية معينة كمدير مشروع من غير ما تعمل فعلا خطة مكتوبة ومدروسة كويس انت هتقع في مشاكل كتير جدا وفي نهاية كتير جدا تقول لك انا ما عنديش وقت اعمل خطة ما هو انت وصلت المرحلة ان انت بقى بيجي لك في مكتبك كل يوم خمسين واحد كل واحد ليهم طلب مختلف بينما انت لو عملت خطة مظبوطة من البداية مش هيخش بكتبك غير خمسة بس ويبقى عندك وقت انك انت تشوف الناس تشتغل ازاي وتراجع وتبقى النجار عطيل اللوحات بتاعته من قبلها بيوم مش لازم تقف على دماغ وقبل البمب عشان تراجع على الحديد ويبقى عندك هتتجنب مشاكل كتير جدا بتسترخص ويجيب مهندسين وتقول انا هوفر في مرتبات المهندسين وكان فيه مقولة دايما برضو مشهورة ان هو يعني كان بين حد بيقارن ما بين حكتين طيب انا ادي ترينين لمهندسين اللي عندي وممكن يسوبوني ولا ما دهمش ترينين فرد عليه واحد اكسبيرت قال له لا طيب تخيل بقى لو انت ما دهمش ترينينج وقعدوا عندك في الشركة يعملوا لك ايه فالشركة عبارة عن اشخاص شركة المقولات بتاعتك انت يا صاحب شركة مقولات او كبوزيشن كبير في شركة مقولات ما ينفعش ما تستثمرش في الناس اللي الموجودين معاك او تختارهم كويس توقع تماما اي حد هيقبل بالسوداني هيكون ارت فلازم يكون عندك بوليسي محترمة وتكون الناس تبقى كواليفايد حتى لو الناس اللي عندك مش كواليفايد او يبتدي تديهم ترينينج لازم الشركة تفهم ان الانفستمنت في الترينينج ده حاجة مهمة جدا وهنتكلم عليها في الكمباني اتيتود اللي هالسلادي الجاي طيب احنا بنتكلم على الاتتيتود برضو انا اخترت اربع اتيتود هنتكلم عليهم بالنسبة للشركات اللي هو يعني انت اذا انت عملت خطة عملت برنامج زمني عملت اي حاجة والاي سبب من الاسباب ما اشتغلش مش تغير بقى مدة المشروع او تغير تاريخ النهاية او 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 لا غير الخطة النقطة التانية اللي حابين نتكلم فيها انك ازاي او ليه لازم تستسمر في الموظفين بتوعك وكمان ان يعني ان انت التصرف السليم اكيد هيساعد انك تمر بالصعاب والبروجيكت مانجمنت لو ما تعملتش هتبقى انت بتعمل حاجة اسمها بانيك مانجمنت خلينا نشوف النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها احنا دايما بنقول في مجال البروجيكت مانجمنت ان البروجيكت مانجمنت مارنة جدا يا اخ وانا نصيحة بديها لأي حد شغال في مجال البروجيكت مانجمنت لازم يبقى عندك خطة بي لازم تبقى قادر انك انت تعمل خطة بي لان البروجيكت دي ما تقدرش تتوقع كل الحاجات اللي ممكن تحصل فيها فانت وارد جدا ان الخطة بتاعتك تيجي في مرحلة ما تحتاج انك انت تغير فيها ما فيش اي مشكلة انت تغير الخطة طالما الجول او الهدف ثابت واضح ببساطة كده لو الخطة ما اشتغلتش غير الخطة مش تغير الهدف طيب هنا بقى بنقول ايه invest in your employees بيقولك اسهل حاجة او اسوأ حاجة اا من ان انت تدرب الموظفين بتاعك ويمشوا انك ما تدربهمش ويفضلوا قاعدين طيب ليه لازم تدرب الموظفين بتوعك اول حاجة تموتيفيت الناس اللي شغالة معك الناس اللي شغالة في وخصوصا في المعظم بيبقى شغال under pressure فالفكرة ان انت تحول ده من negative energy او طاقة سلبية بتأثر عليهم ليه positive energy طاقة ايجابية تحدي ادي له ترينينج يعلموا ازاي يعمل حاجة مزبوط ولما هيعملها مزبوط هيعملها بتكلفة اقل وفي وقت اقل فانت بالتالي كشركة انت هتكون كسبان طيب لو سبني ومشي خلاص سبك ومشي في شركات بتحط شارت ان الترينينج ده لازم تقعد في الشركة x years يعني او تدفعتها من الترينينج فانت ممكن تحفظ حقك ولكن ما ينفعش تقول انا مش هدي الناس اللي عندي الترينينج احسن يمشوا فده هيبقى اسوأ جدا منهم لو قعدوا لو قعدوا وما خدوش الترينينج اه 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 غالبا ما بيكون فيه two types of attitudes حتى هم بيسموهم في ال PMP اه اكس واي ثيري اه وانا لاحظت ان الناس فعلا بتتطبع بالاتيتيود اللي الشركة بتفرضوا عليه بمعنى اين يعني فيه شركات هو الاتيتيود بتاعها او خلينا اقول معظم الشركات ان الموظف مش هيشتغل الا اذا كنت واقف فوق دماغه الموظف مش هيعمل مجهود الا اذا كان عنده مراقبة شديدة انا لازم احط عليهم بريشار علشان يشتغلوا وده اشتغلت بالاتيتيود ده تقريبا اه يمكن تلتين ال working experience او ال 14 سنة خبرة اللي عندي لغاية ما في مرة لقيت مدير مشروع كان من جنوب افريقيا كان عنده العكس تماما لا الناس هتشتغل وتعمل المطلوب منها بدون تدخل مني فكنت مستغرب جدا وبعدين يعني مثلا يبقى عندنا اجتماع او حاجة مهمة يقول لي خلاص يعني احضر الحاجة دي فقوله خلاص احضرها انتهى ما يكلمنيش تاني او ممكن ما يشوفنيش تاني في الاجتماع فانا انا بحس بالمسئولية يعني انا حسيت ان انا لا ده انا مسئولة عن الحاجة دي انا اللي لازم اعملها لو فيها مشكلة هتبقى مشكلتي انا بينما كان الاتيتيود التاني اللي هو وقف فوق دماغي كل شوية ها خلصت وريني عملت ايه 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 فانا كده هو شوية حصل شيرينج للمسئولية ما بيني وما بينه بما انك انت اتدخلت كتير في شغلي وشفت كل حاجة انا بعملها وعدلت عليها فانت مسئول بالزبط زي زيك في الحاجة اللي طلعت فبالنسبة للموظف انك تديله شوية ثقة وتقوله اعمل الحاجة دي وتسيبه اعملها ده بيخلي بيخلي الموظف اولا اشتغل شوية اه في في بيئة ما هياش تنشن ولكن بيدي له نوع من الالكاونتابلتي يعني هو بيبقى مسئول عن الحاجة اللي بيطلعها يعني ما تقوله الحاجة دي انت مسئول انك تتعملها وفعلا هيعملها ولكن خلينا نقول برضو ان النفس البشرية فيها حاجات مش مظبوطة فالبروجيك مانجين بتديك برضو انك ازاي ترائب كل حد هو فعلا عمل حاجة دي ولا لأ ببساطة ببنش مارك تعمل حاجة تقيم تقول والله انت لازم تطلع لي مسلا خمس رسومات في الاسبوع لازم بتاعتك تكون تمانين في المية دي بتبقى جميلة جدا انك انت بتبقى انت واثق ان الناس عندك بتشتغل بطريقة ممتازة وكمان هم كمان بيشوفوا البرفورمانس بتاعهم انا البرفورمانس بتاعي الشهر ده كان عامل ايه انا البرفورمانس بتاعي اه ضعيف في الحيثة دي طب انا احسنها من نفسي وخلينا نتفق ان ان معظم المهندسين اسكية خلينا اقول معظم المهندسين طبعا الغلبية العظمى منهم اسكية فمستحيل انت كصاحب شركة انك انت هتشغله under pressure وهو هيكون مبسوط او بيدي لك الفول باور بتاعته طيب الحاجة الاخيرة في الكمبنيز الاتي تيودز ان البروجيك مانجمينت نوت بانيك مانجمينت خلينا اقول لكم ان البانيك مانجمينت ديت من اسوأ من اسوأ الادارات او المواقف اللي ممكن تتحط فيها انك انت هتبكون في وضع بانيك مانجمينت اه اه لما بتوصل لمرحلة انك مش عارف تكنترول التاسكت المطلوبة منك والتاسك اللي بتخلص ما بتخلص صح وبيقلسة اللي هي فيها ديول وبتيجي عليها تاسكات جديدة فانا بتوصل لمرحلة بتبقى بانيك فعلا مش عارف تعمل ايه عندك شغل كتير جدا انا مش عارف تخلصه ازاي فالبروجيك مانجمينت فعلا فعلا بتشيل البانيك ما بتوصلش لمرحلة البانيك مانجمينت فلو انت بتعمل بروجيك مانجمينت صح وممتاز من البداية مش هتوصل لمرحلة البانيك مانجمينت ده كان الكمبانيز اتيتتودز او كان الكمبانيز نوليج اند اتيتتودز خلينا نتكلم شوية عن البلانينج انجنيرز النوليج والاتيتيودز المطلوبة منك لو بنتكلم على النوليج فأنا اسمت النوليج لتو اريز من سكيلز وادشنال سكيلز فأنت عشان تبقى بلانينج اجنير شاطر وشغال في شركة كويسة وفعلا بتدي الشركة بتاعتك بتديهم فرق بيحسوا بفرق فخلينا نقول ان انت لازم يبقى عندك كونستركشن سكيلز كونستركشن سكيلز دي سواء فعلا انت عندك او تعرف توصلها بمعنى ايه لو انت بتعمل بروجيكت بلان بروجيكت او بتعمل خطة لمشروع وعايز تعرف السيكونس او فورك او تعرف مين بيشتغل قبل مين او مين بيشتغل بعد مين فعندك طريقتين يا اما تبقى انت عارفها من الخبرة السابقة بتاعتك او بكل بساطة تروح تسأل المهندس المختص وانك انت ازاي تعرف تكليكت الانفرميشن وتوصل للخبرة دي فلازم السكيلز عندك دي تكون موجودة اما تعرف تكون تعرف تكليكت الانفرميشن او هي موجودة عندك فعلا كمان من المين السكيلز اللي ماينفعش ان انت ما تشتغلش من غيرها اللي هي الكمبيوتر اند ريسيرش سكيلز دلوقات الكمبيوتر سكيلز ما هياش بينفت ما هياش حاجة زيادة ما هياش حاجة اضافية عليك ده حاجة اساسية وطبعا اذا كنت انت بلانينج انجينير فلازم لازم لازم تكون محترف في الاكسل والبروموفيرا ده ما تفكرش الحاجة دي تتعامل ازاي او تكون عندك ريسيرش سكيلز عالية جدا بحيث انك انت تعرف الحاجة دي بتتعامل ازاي بسرعة وبسهول كمان لازم يبقى عندك بلانينج تيكنيكال سكيلز يعني مش مجرد ان انت شغال سكيدولر يعني فيه فرق بين السكيدولر وفيه فرق بين البلانينج لازم كده ده ربي يطلب منه شوية تاسك كزا هو بيعملها بينما البلانينج هو ممكن يبدع يقترح قولهم والله تعالوا نقسم المشروع ده بطريقة افقية تعالوا نقسمه بطريقة رأسية من ضمن مثلا البلانينج سكيلز اللي بحب اقولها لو انت عندك مشروع مكون من مثلا 300 واحدة كل 100 واحدة نموذج مختلف وانت هتقسم المشروع ده لسري زونز او سري ستيجز هتاخد مثلا اول ستيج هل هتاخدها بالطايب ولا هتاخد مثلا ثري طايبز مع بعض في ستيج واحدة فكر شوية كده انا اقتراحي ليك انك انت تاخد الستيج على قد ما تقدر يكون فيها طايب واحد بس ليه اول حاجة هتدي وقت للجماعة بتوع التكنيكال اوفيس ان هما يحضروا الانجنيرينج والماتيريالز الليرنين كيرف بتاع الناس اللي شغالة في الموقع هايزيد ان هما شغالين على نفس الطايب اكتر من مرة لو انت بتعمل فورمورك فهتشغله معاك على طول شغال مفيش مشكلة فده الطايب اوف بلاننج سكيلز لو انت بتعمل فعلا بلاننج لمشروع انت تقترح الناس تقولوا يا جماعة خلينا نعمل النموذج الواحد ده نخليه هو لستيج ايه مثلا وبعدها نيجي على نموذج اتنين نخليه استيج بي وبعدها نيجي على نموذج ثلاثة نخليه استيج سي لو ده طبعا عندك في المشروع طيب ايه الادشنال سكيلز المطلوبة لي كبلاننج انجينير انا بقولك ان السيلف ليرننج دي لازم تكون عندك ممتازة جدا لازم تبتيت طور من نفسك تتعلم كل يوم حاجة جديدة ما تستناش ان تقول والله خلاص انا شغال بالطريقة ديت ومش هحاول اعرف طريقة تانية لا هتطور من نفسك اعرف طرق جديدة اتعلم حاجات جديدة كل يوم ديت هتطور من نفسك وتخليك تاخد اه بوزيشنز اعلى في الشركات بتاعتك كمان الانتر بيرشنال سكيلز ازاي تكلم مع الناس دي مهمة اوي ازاي تتكلم مع الناس وازاي تقنعهم انت كبلاننج انجينير لازم اول حاجة توصلها للناس اللي انت شغال معاها ان انا مش جاي قدت عليك وده هنشوفه في الاتيتيوتز اللي جاي فالانتر بيرشنال سكيلز دي مهمة جدا ازاي تعمل علاقات طيبة مع كل الناس الموجودة في المشروع وتفهمه ان انت بتفيده مش جاي تشوف او تطلع اخطاء لو بنتكلم مع بلايننج انجينير اتتيوتز احنا عملنا شوية اتتيوتز كده وقلنا don't be don't be دي هتخليك تفهم انا اقصد ايه بالاتتيوتز don't be client requirement only يعني في كتير مشاريع بيطلبوا بلايننج انجينير فبيجي صاحب الشركة بيقول لها هتقول لنا planning انجينير ويقول لك كل مهمتك انك تسكد بس جماعة اللي بتوع المالك دول متخلهمش يجب على دماغنا وخلاص انت ممكن تنجوين انت being a client requirement بس انت مش هتقاد اي value للشركة بتاعتك وهم مجرد من المشروع يخلاص هيمشروك لانهم انت مالكش اي لازم عنده فحاول تبقى involved مع الشركة بتاعتك تديهم تديهم حاجة يحسوا فعلا انك ليك لازمة يعني اعود مع وطلعوا للعمالة بتاعته بالاسماء الفرمانية باسماء المهندسين قولوا ايه رأيك انت كده حبيبها كده بتعالى نزبطها تعالى قول لي انت هتشتغل ايه في الخطة الجاية الاسبوعين الجايين عاملك excel sheet بيهم انت انت بتسألهم عايزين ايه ايه طلباتكم كمان ما تبقاش document controller only في ناس او معظم planning engineers بيجي لهم daily reports و weekly reports بيجي لهم معلومات كتير جدا بياخدها يحطها على الرف وخلاص لأ انت لازم تاخد المعلومات دي وتعملها processing انك انت تشوف ازاي تطلع معلومات مفيدة من شوية bits and pieces للورق اللي بيقولك دول يعني قارن مثلا العمالة اليومية اللي جاية لك وطلع منها actual productivity rates والله العمالة دي وشوف اللي ناقص هنا هتلاقي دايما في حاجات منسية من payment certificate وهتلاقي في حاجات متضافة زيادة في الprogress فحاول توفقهم لغاية لما تقربهم من بعد ما تبقاش مجرد شخص شخص بيطلع ورق ملاون لان planning engineer لازم يعمل تقرير لكل شخص او تقرير لكل ادارة او تقرير لكل discipline فانت خليك مرن وتعلم في الexcel وفي الماكروز وفي الفرميولاز ازاي تعمل اوتوميشن اذا كنت مجرد ما تحط تداتها واحدة تطلع لك عدة تقرير تطلع شاري وطلع لك تقرير الشركة بتاعتك وطلع لك تقرير مفصل وطلع لك تقرير مختصر للبروجيكت تعلم الحاجات دي متقفش في مكانك انت ماينفعش تدد تقرير واحد الناس كلها هتقرى بنفس الطريقة وما تتوقعش ان حد هيقرأ التقرير بتاعك او كله هيفهم التقرير بتاعك سواء من اول سينيور لغاية سايت انجينير كل واحد عايز يبص على حاجة معينة فانت لازم تحط لكل واحد الحاجة اللي هو عايز يبص عليها وانت سهل جدا انك تعمل الكلام ده لو انت شاطر شوية في الاكسل متبقاش مهندس تكيف يعني متبقاش مهندس تكيف يعني متعودش في المكتب بتاعك 24 ساعة ومتنزل البرنامج الزمني وشوف هم بيعملوا ايه في الموقع دايما انزل الموقع شوف هما بيعملوا ايه متعتمدش على الخبرة او التقارير اللي بيجيلك من الموقع حتى لو انت في الهيد اوفيس انزل لك مرة في الاسبوع الموقع روح شوف مرة في الشهر بس منفعش تنفصل تماما عن الموقع او اعتخد دور البوليسمان او يعني ايه يعني انت مهمتك في الموقع مش عشان تطلع اخطاء الاخرين انت مهمتك في الموقع في المقام الاول علشان تمنع الاخطاء دي فانتوصل الاتيتيود ده للناس اللي شغالها معاك هتلاقيهم فعلا متعاونين معاك وبيحاولوا يساعدوك لان انت في الاخر هتساعدهم تعال اقول لهم خلي بالكوا يا جماعة كمان دلت اسابيع لازم نتدي البند الكبير ده جهزتوا الماتيريال جهزتوا الريسورسز زبطوا شوب دروين جاهزة مكتب يا فني خلص شوب دروين دي الحق بروكورمينت هتلينا الماتيريال خليك معاهم ما تبقاش انت بوليسمان خليك انت انذتين دي مهمة قوي بقى ان انت كتير من وقابلتهم ولك لا خلاص انا عملت برنامج زمني بيزلاين وهم خلاص لازم يلتزموا بيه الموقع وهم مش عايفين يلتزموا بيه انا مليش دعو لا طبعا اعمل لهم بلان بي و س و د و اي وكل اللي انت عايزه انت مهمتك في الموقع انك توصل انك تعمل بلان دات ووركس خطة ينفع تشتغل به فانت غالبا اول حاجة بتعملها بتلاقي الموقع تشتغل بطريقة مختلفة هنا بقى لازم عندك انك انت تكون سريع جدا و فيو دايز ماكسيموم يعني تكون انت عامل البلان بي ومندها لهم و دلوقتي الافيلابل تكنولوجي وازاي تتعامل بين الاكسيل والبروموفيرا بتخلي المدرورة سهل سهل جدا انك تعمل تغير كل العلاقات حط علاقات جديدة كل الكلام ده بقى سهل جدا بالتعامل ما بين الاكسيل والبروموفيرا فلازم تكون انت فعلا تقدر تعمل بلان بي وبسرعة كتير من البلانينج انجينيرز بيبقوا بيحضروا اجتماعات كتير فانت ممكن تتحجج او تقول انا طول اليوم في اجتماعات مش فاضي وخصوصا البوزيشن بتاعك عالي لا انا انا باعتقد انك انت ممكن تستفيد او ممكن تشغل جوة الاجتماع او ممكن تطلب منهم يا جماعة طيب لو انت مزنوق طب يا جماعة ممكن تحددولي اجي اول اجتماع او اخر اجتماع خصوصا لو انت عندك شغل اااا ممكن انا ساعاتك وتبعد جوة الاجتماعات مسلا اقرأ الاميلات اشوف الحاجات اللي قد مطلوبة مني لو انت عايز تشتغل هتشتغل متتحجيك بالاجتماعات بلانينج مين بلانرز اونلي يعني ما ينفعش انت تقول انا هعمل برنامج الزمني من اتو زد من غير مسأل حد مستحيل خلينا اديك مثال لو انت بتعمل البرنامج الزمني وقدامك اعمال ام اي بي في السقف وعندها سقف معلق وعند اعمال الارضيات هتعمل مين الاول انا متأكد ان نصوكو هيقول السقف ونصوكو هيقول الفلورز الاتنين صح ده على حسب الاستراتيجي بتاعة على حسب طريقة تفكير مدير المشروع فما ينفعش تقول انا هعمل كل حاجة من نفسي لا روح واسأل الناس واسأل قوله هنشغل دي الاول ولا دي الاول هو بيبقى عنده خطة شاركوا في الخطة تقوله هنستنى نخلص كل اعمال ام اي بي بعد كي نشتغل ولا كمية الارضيات كتيرة خلينا نشتغلها ونعملها وبعد كده الناس تيجي تشتغل الام اي بي فبلانينج انت بتجمع معلومات من جميع الدبارتمنس وبتعملها بروستيسنج وبتطلع عليهم في الاخر في صورة كاملة وزي ما اتكلمنا قبل كده البروجرس ريبرت ما ينفعش يبقى هو ريبرت واحد لازم تروح لكل واحد وتقوله انت عايز تشوف خليك مفيد روح للناس وقلهم انتوا عايزين تشوفوا التقارير ازاي حتى في كتير من برويكت مناجر بيبقاش عارف ادي له اقتراحات قلوا ادي ادي واحد ادي اتن ادي اتن ادي اتن ادي اربعة قلوا انت عايز تشوف من فيهم او عايز تشوفهم كلهم فلازم تعمل تقارير مخصص لكل قسم او لكل شخص وخصوصا في المشاريع كبير علشان يقروا التقارير بتاعتك اذا تقريلك هتترمي وما حدش هيقراه في ناس كتيرة جدا فهمة ان بيعني البرموفيرا وده الحقيقة خطأ شائع جدا البرموفيرا دي بلانينج تول البرموفيرا ده حاجة تانية خالص البرموفيرا انك انت ازاي تفكر هتتشتغل ايه في المشروع ايه قبل ايه ايه بعد ايه التول ديت انت لازم تبقى تعرف بلانينج تول ولكن عندك اكسل مثلا بنعمل حاجات كتيرة جدا بالاكسل ما بنستعمل بلانينج انا شخصيا بشوف ايه الاسرع لو عملت التاسك دي بالاكسل ولا بالبرموفيرا من الاسرع ومن الادقة في حاجات بعملها بالبرموفيرا في حاجات بالاكسل وطبعا البلانينج مش بس برموفيرا بلانينج انك انت تسأل وتجتمع مع الناس اللي عندك في المشروع وتتشاوروا وتعرفوا هتعملوا ايه قبل ايه وايه بعد ايه فبلانينج مش يعني برموفيرا في نهاية المحاضرة دي اتمنى انا ما كنتش طولت عليكم وان انا كنت اديتكم حاجة مفيدة وطبعا ارحب باي استفسرات على الاميل بتاعي ونتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة البسيطة دي وطبعا بشكر القائمين على المؤتمر السنوي للتخطيط وقدارة المشروعات واجزاكم الله خير وان شاء الله نشارك معاكم في المؤتمرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا